بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلابات سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي رقم ثلاثة حيث يوجد باقي الأرقام على قناتنا في اليوتيوب أنصح بشبهة العلم التجريبية والتقن الرياضي والرياضي لأنها مسألة رائعة قال لتكن F دالة معرفة على R بالعبارة F لإكس سيونة X مكعب زائد 9X على X مربع زائد واحد قال وسي أف تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجنس O E G قال ألف واحد ألف أحسب ليمت F لإكس لما إكس يؤل إلى زائد ما لنهاية وليمت F لإكس لما إكس يؤل إلى النقص ما لنهاية ثم فسر نتيجتين بيانيا با قال أثبت أن الدالة F فرضية بعدها فسر النتيجة بيانية ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيراتها با قال عين معادلة المماس T واحد للمنحنة CF عند النقطة ذات الفاصلة واحد واستنتج معادلة المماس T اثنان عند النقطة ذات الفاصلة نقص واحد ثالثا ألف قال عين العددين الحقيقيين A و B بحيث من أجل كل عدد حقيقي X من حقيقي فإن F لإكس سيونة A X زائد B X على X مربع زائد واحد با قال بين أن المنحنة CF يقبل مستقيما مقالبا D يطلب تعيين معادلته رابعا أيف قال أدرس الوضعية النسبية للمنحنة CF والمستقيم المقالب D با قال أنشئ المستقيمات المقالبة والممسات والمنحنة CF خمسا وأخيرا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي A عدد نقطة تقاطع المنحنة CF والمستقيم دالتا ذو المعادلة Y سيونة X زائد A إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال أحسب لميت F لإكس لما X يولي إلى زائد ما لا نهاية ولميت F لإكس لما X يولي إلى الناقص ما لا نهاية إذن نكتب هنا حساب النهاية إذن ننطلق نقول هكذا لميت F لإكس لما X يولي إلى ناقص ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية تساوي لنا لميت ماذا بما أن يا أبنائي إنها الدالة ناطقة فماذا تقول تقول نأخذ أكبر حد على أكبر حد في الأوس يعني X قوى ثلاثة على X مربع يساوي لنا ماذا يساوي لنا لميت نختزل من هنا X مربع ومن هنا X مربع فتبقى لنا X لما X يولي إلى زائد ما لا نهاية لماذا؟ لأن X مربع X قوى ثلاثة على X مربع تساوي لنا X مربع في X على X مربع يذهب هذا مع هذا لاحظوا ماذا يبقى لنا يبقى لنا X الآن لما يأتي هذا إلى هنا يعني X يول إلى زائد ما لا نهاية أكيد لما نعوذ هنا بالمالة نهاية أكيد سوف نجد زائد ما لا نهاية بالرغم أن المالة نهاية لا يعوذ لكن لتقريب المفهوم ثم عندنا كذلك الآن عندنا نقص ما لا نهاية أصبح لنا limit F لX لما X يول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي لنا limit ماذا؟ limit x مكعب على x مربع لما x يؤول إلى ناقص مالا نهاية بعد عملية الخفزاد x مربع صبح لنا limit x هكذا لما x يؤول إلى ناقص مالا نهاية لما نأتي بهذا إلى هنا تصبح لنا ماذا؟ صبح لنا ناقص مالا نهاية إذن وجدنا النهايات عند الزائد مالا نهاية وعند الناقص مالا ناقص مالا نهاية ثم يأتي الآن التفسير البياني للنتجتين إذن نكتب هنا التفسير البياني الآن تقول قاعدة إذا حسبنا النهاية عند الزائد مال النهاية ووجدناها مال النهاية لا يهم زائد مال النهاية أو نقص مال المهم إذا حسبت النهاية عند المال النهاية ووجدت مال النهاية عند المال النهاية ووجدت مال لا يهم زائد مال النهاية أو نقص مال نقول ماذا؟ نقول هكذا كالتفسير بياني CF لا يقبل مستقيم مقارب .. كيف هو أفوقي حتى تفهموا..ممكن يقبل مستقيم مقارب مائل .. لكن أفقي..فلا..لماذا؟ لأن النهاية انطلقت من المالَ النهاية .. ووجدت مالَ النهاية..هنا أكيد لا يوجد مستقيم مقارب أفق .. الذي الذي يأتنا بهذه الوضع .. يعني يأتنا هكذا ممكن يأتنا مستقيم مقارب هكذا أو يمكنه حتى أن نجد مستقيم مقارب عمودي ..لما نحسب النهاية عند العدل ونجدها مالَ النهاية لكن في هذه الحالة أقول لا يوجد مستقيم مقارب وفق المنحنة cf. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى b. أثبت أن الدالة f فردية. فسر ناتجة بيانية. إذن نكتب هنا عنوان إثبات أن الدالة f كيف هي فردية. إذن لاحظوا إذن قلت فردية. إذن ماذا تقول القائدة؟ نقول بما أن. نحن ماذا نملك؟ نملك أن df تسوينا ماذا؟ تسوينا r. التي هي بطبعها من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية. معناه ما هو مركز المجال هذا؟ إنه صفر. يعني ناقص مال نهاية زائد مال نهاية إنه صفر. إذن نقول هكذا. بما أن ماذا؟ بما أن df متناظرة بالنسبة إلى الصفر. لماذا؟ لأن الصفر هنا عندنا ناقص مال نهاية وهنا زائد مال نهاية هو الصفر. يعني مركز هذا المجال. نقول وكذلك وx ينتمي إلى df وهي r وعندنا كذلك ناقص x ينتمي إلى dr f1 df والشرط الأخر أن f لناقص x يجب أن نجدها ناقص f لx يجب أن نجدها هكذا ننطلق فلناقص x معناه نأتي إلى هذه العبارة كل في مكان x نعوذ بنقص x نقص x مكعب زائد 9 في ناقص x على ناقص x مربعة زائد 1 تصبح لنا تساوي الناقص في الناقص في الناقص ناقص x مكعب ناقص 9x على الناقص x مربعة أكيد هو x مربعة زائد 1 تصبح لنا نستخرج هذا ناقص وهذا إلى هذا المكان لما نستخرجه ماذا تصبح لنا ناقص x مكعب زائد 9 X على X مربع زائد واحد ولو نراحل جيدا إلى هذه القيمة إنها نفسها F لX لكن مضروبة في ناقص الذي خارج بحيث سينا ناقص F لX نقول ومنه الدالة F كيف هي الدالة F فردية ها هو الدالة الفردية إذن شروط الدالة الفردية أن يكون مجال تعريفها متناظر بالنسبة إلى الصفر وX ينتمي إلى DF وناقص X ينتمي إلى DF وF لناقص X تسوينا ناقص F لX ثم قال فسر نتيجة بيانيا إذن نكتب هنا التفسير البياني بهذه النتيجة التفسير بياني نقول هكذا نقول CF متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم المعلم الذي هو O يعني كيف معناه إذا جاء هذا الجزء هكذا فاعلموا أن هذا الجزء هكذا يأتينا أنه هذا يكون هو مركز التناظر يعني المبدأ O يكون هو مركز تناظر هذا المنحنى CF إذن نقول CF متناظر بالنسبة إلى المبدأ إذا قلنا مبدأ المعلم وهو O فقط أبناء هذه خواص الدالة الفردية ليس الدالة زوجية أما الدالة الزوجية فيكون تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب إذا جاءنا هذا هكذا فاعلموا أن الجهة الأخرى يأتينا هكذا فقط وهذه الفردية أتذكروا أنها سوف تساعدنا في الرسم وتساعدنا في بعض الأسئلة التي نصادفها في هذا التمر بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي الآن إلى الثاني ألف قال أدرس اتجاه تغير دالة أف إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة أف أكيد على مجال التعريف وهو R نقول هكذا نقول الدالة أف كيف هي قابلة للاشتقاق وماذا وآف فتحة لإكس تساوي إذا كانت عندنا كسر لهو E على V نسبة فمشتقها ماذا يقول يقول مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع تعالوا نطبق هذا الكلام على هذا القانون ها هي E وها هي V مشتق البسطي لهو ثلاثة X مربع زائد تسعة هكذا في المقام لهو X مربع زائد واحد ناقص مشتق المقام لهو 2X في البسط الذي هو X مكعب ناقص أو زائد تسعة X على المقام مربع لهو X مربع زائد واحد لكل مربع هكذا نكمل الآن الحساب رويدا رويدا ونتجنب الأخطاء لأنه هي أهم شيء لهو المشتق إذن F فتحة لإكس تساوي نضع خط وهكذا المقام لا ننمسه لهو X مربع زائد واحد الكل مربع نأتي الآن إلى البسط هذا في هذا تصبح لنا ثلاثة X هو أربعة ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد ثلاثة X مربع ثم هذا في هذا زائد تسعة X مربع ثم زائد تسعة ثم هذا في هذا ناقص ماذا؟ لاحظوا جيدا إذن تعطي لنا كم أبنائي لما نضرب هذا في هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 2X هو أربعة ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص كم؟ ناقص 18X مربع بعدها تصبح لنا F فتحة لX يساوي قلنا المقام نتركه كما هو لهو X مربع زائد واحد الكل مربع أما البسط عندنا هذا مع هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا X قوى أربعة إذن قلت X قوى أربعة إذن هذا مع هذا انتهى أمره وهذا مع هذا يعطي لنا ناقص 18 نصبح لنا ناقص 6X مربع ثم عندنا هذا لوحده لهو زائد 9 هذه هي مشتقة هذه الدلة الآن نأتي إلى إشارة المشتقة إذن بعدما أنهينا الآن مع حساب المشتقة نأتي الآن أبنائي إلى إشارة المشتقة إذن نكتب هنا إشارة F فتحة لX نلاحظ جيدا أن هذه العبارة عبارة عن كسرة فإن إشارة كسرة من إشارة بسط المقام لكن المقام انظروا كيفه إنه موجب تماما نقول لدينا أن X مربع زائد واحد هذه الكل عفوا هذه الكل مربع أنها قيمة موجب تماما إذن إشارة F فتحة لX من إشارة هذا البسط الذي كامل هو X هو أربعة ناقص 6X مربع زائد 9 تعالوا نقول نقول إذا كان عندنا F فتحة لX تساوي الصفر فماذا ينتج ينتج أنه أربعة عفوا وهي X قوة 4 ناقص 6X مربع زائد 9 هي التي تساوي الصفر لكن هذه نلاحظها أنها معادلة مضاعفة التربيع كيف نقول هكذا نضع T يساوي X مربع حيث بما أن X مربع كيف قيمته دائما موجب حيث هذا T يجب أن يكون موجب فماذا تصبح تصبح لأن هذه المعادلة عندها معادلة مكافئة التي هي T مربع ناقص 6 في T زائد 9 يساوي الصفر ركزوا جيدا لماذا لأن هنا نعوذ بT وهنا نعوذ بT وهنا بT لكن هنا لا تنسوا أن X قوة 4 هي في الأصل X مربع الكل مربع إذن لما نعوذ هنا بT فقرأوا ماذا تصبح تصبح لكم T مربع في هذا الموضع أرجو قد فهمتم الآن بعدها نأتي إلى شيء اسمه المميز الذي يساوي بمربع ناقص 4 في A في C التي هي 36 ناقص 4 في 1 في 9 ويساوي لنا الصفر تصبح لنا هذه المعادلة لها حل مضاعف الذي يصبح لنا T صفر يساوي لنا 2 وهي 2 في 1 ثلاث الآن ما معنىها كلمة حل مضاعف معنىها تصبح لنا هذه T مربع ركز جيدا ناقص 6 في T زائد 9 ماذا تصنع كلمة حل مضاعف معنى هو T نعتذر هو T ناقص 3 في T ناقص 3 الذي يصنع T ركز جيدا T ناقص 3 مربع هذه كلمة حل مضاعف حل مضاعف يعني هو أحد متطابقة شهرة إما الأولى أو الثانية الآن وجدنا T هذا هذه القيمة أكيد إنها أكبر أو يساوي الصفر لماذا لأن هذه القيمة تنعدم عند الثلاثة لكن تبقى دائما مجبع من هو الذي جعلها مجبع أنه المربع الآن يصبح لنا هذه T الذي وجدنا هنا نأتي بها ونضعها في هذا الموضع لما نضعها في هذا الموضع تصبح لنا ثلاثة تساوي لنا كم تساوي لنا X مربع إذن ومن X ماذا يساوي يساوي لنا جذر ثلاثة أو ماذا أو X يساوي لنا ناقص جذر ثلاثة المعروف مثل ما نقول X مربع يساوي نركز معي لأن نريد أن نعطي إشارة هذه القيمة حتى نرهم جيدا إذن معناه F فتح ل X تساوي سفر إما X يساوي لنا جذر ثلاثة أو X يساوي لنا ناقص جذر ثلاثة نحن قلنا إذا كان F فتح ل X يساوي ثلاثة فإن X لاحظ ماذا يصبح إما الجذر ثلاثة أو نقص جذر الآن نرقي الإشارة فما علينا إلا تشكيل جدول إشارة إذن تعالوا هنا الآن أبنائنا إلى هذه كيف تصبح لنا لو كاتبناها على شكل هذا الأمر ركز جيدا تصبح لنا هكذا X قوة 4 ناقص 6 X مربع زائد 9 تساوي X مربع ناقص ماذا ناقص ثلاثة الكل مربع يقول أحدكم لماذا ألم نقول هنا أن هذا يعوض بX مربع نعم التي يعوض بX مربع هذه القيمة كيف هي إنها قيمة مجابة ليس تماما لأنها تن عدم عند الثلاثة الآن نأتي إلى جدول الإشارة ركزوا معي أرجوكم نأتي إلى هنا هكذا نضع جدول البسيط الذي من خلاله نعلم كيف تكون إشارة هذه المشتقة وبشيء بسيط جدا لاحظوا هنا معي أبناء هكذا وعندنا هكذا إذن عندنا هنا X من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية وعندنا كذلك الذي هو X مربع ناقص قلنا ثلاثة أين تنعدم وجدناها تنعدم عند الناقص جد الثلاثة وعند الجد الثلاثة إذن هنا هكذا وهنا هكذا دقيقوا ثم تتعلموا عندنا هنا نفس نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا هو هذا لكن نحن قلنا هذا كيف هو مربع يعني إذا ربعنا هنا هكذا وتصبح لنا الإشارات كيف هي كذلك الإشارة نربعها ونربع هذه الإشارة لما نربعها في رأيكم ماذا تصبح الزائد إذا أتينا الآن وأكملنا إلى هنا هكذا الجدول حتى تلاحظوا سوف نشرح كل شيء بالتدقيق حتى لا نترك أي التباس للطلبة إذن هنا عندنا هكذا وهكذا وهنا نكتب فتح إذن هنا عندنا زائد وهنا زائد وهنا زائد يمكن أن نقول مباشرة الدال كيف هي متزايدة تماما على ماذا على لماذا أبنائي لأن هذه القيمة دائما مجابة لكن هل تنعدم هل هذه مشتقة تنعدم نعم تنعدم عند الناقش جر ثلاثة وعند ماذا وعند الجر ثلاثة عندنا من أحد القواعد البيانية إذا كانت تسمعوها جيدا كتفسير بياني إذا كانت المشتقة تنعدم ولا تغير إشارتها انظروا ها هي تنعدم عند ناقش جر ثلاثة وعند الجر ثلاثة ولا تغير إشارة هناك تفسير بياني التفسير البياني لهذه النتيجة إذا وجدتم أن المشتقة هذه الأولى تنعدم ولا تغير إشارتها نقول سي آف يقبل ماذا يقبل نقطتي نقطتي نكتبها بخط أوضح نقطتي إنعطاف هذه قاعدة نقطتي إنعطاف عند النقطتين ذات أو ذات الفاصلتين من هو لهو جذر ناقش جذر ثلاثة وجذر ثلاثة إذن هذه ناقش جذر ثلاثة هو الجذر الثلاثة النقطة هذه النقطتين التي فاصلت هما ناقش جذر ثلاثة وجذلة هما نقطة إنعطاف وسوف نلاحظ حيث إذا سمينا النقطة الأولى إحداث ناقش جذر ثلاثة اذا ناقص جذر ثلاثة واف لناقص جذر ثلاثة واذا سمينا النقطة بي كذلك اللي هي جذر اذا راحضوا جذر ثلاثة واف لجذر ثلاثة اذا اسمعوا اعيد ابنائي اذا كانت المشتقة الاولى تنعدم ولا تغير اشارتها ففي هذه فاصلة هذه النقطة ذات الفاصلة ناقص جذر ثلاثة والجذر ثلاثة انها نقطة انعطاف للمنحنة سي اف فقط ابنائي بعدها ابنائي نأتي الان الى جدول التغيرات لان قال ثم جدول تغيرات تشكل جدول تغيرات اذا نكتب هنا جدول تغيرات الدال اف على مجال تعرف لو ار اذا عندنا هنا اكس من ناقص مال نهاية الى غاية الزائد مال نهاية وعندنا هنا اف فتحة لايكس اين تنعدم قلنا تنعدم عند الناقص جذر ثلاثة وعند الجذر ثلاثة اذا هذه معناها رمز الانعدام لكن قلنا انها الموجبة تمام يعني الدالة متزايدة تماما اذا فتصبح لنا هنا واف لايكس اذا نأتي من الناقص مال نهاية وصعدنا الى غاية الزائد مال نهاية هي هكذا لاحظوا جيدا عندنا هنا ناقص مال نهاية عفوا اذا عندنا هنا قلنا ناقص مال نهاية وعندنا هنا الزائد مال نهاية اما هنا فتصبح لنا عبارة عن صور لهو اف لناقص جذر ثلاثة واف لجذر ثلاثة الثاني قلنا عليهم انهما فصلتا نقطتي الانعطاف لهذا المنحناء سي اف فقط بعدما انهينا مع السؤال هذا نأتي الان الى السؤال با قال عين معادلة المماس تي واحد للمنحناء سي اف عند النقطة ذات الفاصلة واحد اذا نتبه هنا معادلة المماس الذي اسمه تي واحد عند ماذا عند اكس صفر يساولنا واحد اذا نأتي الان الى القانون يقول ايجراج يساولنا اف فتح لواحد في اكس ناقص واحد زائد اف لواحد هذه نعوذ اكيد في هذا المكان لما نعوذ هنا بواحد واحد 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 تصبح لنا كم تصبح لنا هذا مع هذا عشرة ناقص ستة اللي هو اربعة اربعة هنا تعطيكم اثنان مربع لهي اربعة كم تصبح تصبح لنا واحد فنأتي بهذه القمع ونضعه هنا نصبح لنا ايجراج يساولنا واحد في اكس ناقص واحد زائد اف لواحد نعوذ هنا بواحد واحد 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 نصبح لنا عشرة على اثنان التي هي خمسة اذا نصبح لنا هنا زائد خمسة بعدها نصبح لنا ايجراج يساولنا كم يساولنا اكس زائد ماذا زائد اربعة هذه معادلة المماس تي واحد دقيقوا الان ثم جاء السؤال الاخر لم يقل احسب معادلة المماس تي اثنان بل قال واستنتج معادلة المماس تي اثنان عند النقطة ذات الفاصلة ناقص واحد اذا نكتب هنا استنتاج معادلة المماس الذي اسمه تي اثنان عند اكس اذا سميناها واحد يساولنا ناقص واحد اولا ماذا تقول القاعدة نقول ركزوا جيدا كل مستقيم يكتب هكذا ايجراج يساولنا ا اكس زائد بي كل مستقيم يكتب معادلة تكتب ايجراج يساولنا ا اكس زائد بي لكن عندنا نحن نقول هكذا بما ان الدالة فردية فاعلموا ان الدالة الفردية ماذا تؤثر على اشارة هذا العدد فقط سوف اريكم مثلا هنا في المنهانة هكذا اذا رسمنا مستقيم من هنا هذا مثلا يمر على اربعة فناظره بالنسبة الى او لان قلنا الدالة الفردية كل شيء متناظر بالنسبة الى السفر فهذا ناظره كم يكون يكون عندنا ناقص اربعة فيمر من هنا هكذا فالدالة الفردية تحافظ على استعالى توازي المستقيمات المقاربة انظروا او الممارسات او ما اشبه ذلك معناه هذا يبقى هوه هذا يبقى هوه اما هذا فيتغير اذا فتصبح لنا هنا كم عندنا عندنا الاربعة فتأكد ان نصبح لنا ناقص اربعة فتصبح لنا معادلة ومنه معادلة تي اثنان هي ماذا هي ايجرد يساوينا اكس ناقص اربعة حتى تلاحظوا اذا كان هنا يمر على الاربعة في هذا المكان فاعلموا ان هذه القيمة حتى يبقى هذه الاربعة نظيرتها الناقص اربعة بالنسبة الى او يبقى لنا اذا هذه معادلة هذا تي اثنان عند الفاصلة ناقص واحد من الذي حفظ لنا هذا الشرط انها الدالة الفردية مما يجعل ان المستقيم تي اذا المستقيم تي او مماس تي واحد يناظر تي اثنان بالنسبة الى المبدأ او اذا نقول كذلك نقول لان تي اثنان نظير من نظير تي واحد بالنسبة الى المبدأ لهو مبدأ المعلم اما الاصل كيف نجيب نقول بما ان الدالة الفردية فان معادلة مباشرة اذا كان هذا النار الاربعة فاعلموا ان هذا يصبح لنا الناقص اربعة وانتهى الامر مثل ما شرحت لكم الامر في هذا الشكل فقط بعدما انهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الان الى الجزء الثالث الف قال عين العددين الحقيقيين او بي بحيث من اجل كل عدد حقيقي اكس لان الدالة معرفة على ار ان اف لايكس سونا ا اكس زائد بي اكس على اكس مربع زائد واحد اذا نكتب هنا تعين او بي حيث ماذا حيث مهما كان اكس ان اف لايكس تساوينا ا اكس زائد بي اكس على ماذا على اكس مربع زائد ماذا زائد واحد هنا يمكن ان نستعمل القسمة الاقليدية نقوم بقسمة البسط على المقام لاحظوا فكيف تتم العملية ووضعها ذلك الجواب في ورقة الاجابة كذلك هنا هكذا فتصبحنا نقول اكس مكعب زائد تسعة اكس على ماذا على اكس اكس مربع زائد واحد تقول القائدات اكس مكعب على اكس مربع اذا اكس مكعب على اكس مربع يذهب من هنا اكس مربع واء اكس مربع يبقى لنا كم يبقى لنا اكس اذا ناتيجة هنا اكس ثم نقول اكس في واحد ماذا يعطي لنا يعطي لنا زائد X يعني X في زائد واحد ثم عندنا هذا ضرب هذا X في X مربع يعطي لنا X مكعب ثم تقول قاعدة هكذا وندخل عليهم ناقص هنا ناقص وهنا ناقص فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا صفر ثم يصبح لنا هذا مع هذا 9X ناقص X أكيد تصبح لنا زائد 8X ثم نقول 8X على X مربع لا يمكن لماذا لأننا نقول 8X على X مربع يذهب من هنا X ومن هنا X يصبح لنا 8 على X وهذا غير لا يمكن أن يعطي لنا قسمة تامة إذن هل هذه القسمة تامة يا أبنائي؟ لا لماذا لأن تصبح لنا هكذا X مكعب زائد 9X ماذا تساوي؟ تصبح تساوي لنا هذا في هذا زائد الباقي يعني تصبح لنا تساوي لنا X في X مربع زائد 1 ثم زائد 8X ها هو المعروف مثلا كنقسم 20 أو 1 21 على 4 النتيجة 5 والباقي 1 ماذا نقول؟ نقول 21 ساوي لنا 5 في 4 زائد 1 ثم الآن ومهما كان وX ينتمي إلى R بما أن X ينتمي إلى R يمكن أن نقوم بالقسمة هنا على X مربع زائد 1 ومن هنا نقسم على X مربع زائد 1 هذه ما هي؟ أليس هي الـ F لـ X نعم إنا هي تصبحنا F لـ X ماذا يساوي؟ انظروا الآن نقوم بكل واحد نتركه يأخذ ما قامه لوحد لاحظوا ما المقصود بذلك يعني هكذا تصبحنا X مربع زائد 1 يذهب هذا مع هذا فتصبحنا X زائد 8 X على ماذا؟ على X مربع زائد 1 انظروا الآن إلى هذه القيمة أبنائي مع هذه وتعالوا نطابق يعني أتيكم بالعبارة الثانية وطابقوا كيف نستخرج الأول بجريقة جد بسيطة انظروا نقول نلاحظ أو نجد أن نقول أفضل نجد نجد أن ماذا؟ أن نظروا بالمطابقة A كم؟ ها هو الأ إذن A يساوي لنا واحد الآن انظروا إلى ال B ها هو أمكم كم؟ و B يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ثمانية أرجو قد فهمتم الفكرة إذن استعملنا هنا القسمة الإقليدية بطريقة جد جد بسيطة وإن لم تفهموا ذلك أكتبوا القسمة الإقليدية أستاذ نوردين سوف تجدون في اليوتيوب عدة فيديوهات تتحدث عن كيفية استعمالها فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأكيد سوف تخدمونا هذه ال A وال B الذي وجدناهما نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال بيّن أن المعادلة أو أن المنحنة عفوا سي آف يقبل مستقيما مقارب D يطلب تعين معادلته إذن نكتب هنا البرهان أن سي آف ماذا يقبل مستقيما مقاربا كيف هو D ويكون مائلا لاحظوا جيدا نركزوا جيدا نقول نقول هكذا ليمت F لإكس ناقص إيجراغ لما إذا وضعنا هنا القيمة المطلقة نقول معناه إكس يؤل إلى زائد مانا ناقص مانا لما نضع رمز القيمة المطلقة المقصود أنه إكس يؤل إلى زائد مانا ونقص مانا يصبح لنا يسوينا لميت ماذا ركزوا اللي هو إكس زائد ثمانية إكس على إكس مربع زائد واحد يا أبنائي أنظروا هذا اجعله ناقص يعني هذا اضعه هنا حتى تفهموا جيدا يعني ناقص إكس هكذا لما القيمة المطلقة لإكس يؤل إلى زائد مانا انظروا لو جاءتنا هذه مكتبة ناقص هنا ناقص إكس فأتوا بها وضعوها هنا نصبح لكم ناقص والناقص هذا نصبح لنا زائد إكس لو جاءتنا مثلا مكتبة من الشكل هكذا إكس ناقص واحد فنأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع بحيث يحدث اختزال هذا مع هذا يجب أن يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوي لنا الليميت ثمانية إكس على إكس مربع زائد واحد إذا قلت على إكس مربع زائد واحد لما القيمة المطلقة لإكس تأول إلى زائد مانا نهاية بما أن هذه الدالة ناطيقة تصبح لنا الليميت ماذا؟ ليميت ثمانية على إكس أو لاحظ جيدا نفسر كل شيء ثمانية إكس على إكس مربع أكبر حد على أكبر حد هذا على هذا أكيد لما القيمة المطلقة لإكس تأول إلى زائد أو ناقص مانا نهاية يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا الليميت ثمانية على إكس لما القيمة المطلقة لإكس تأول إلى زائد مانا نهاية ثمانية على المال نهاية كم تعطي لكم؟ تعطي لنا صفر نقول ومنه سي آف هكذا يقبل مستقيما مقاربا مائلا اسمه دي معادلته ما هي؟ إيجراج يساوي إكس بجوار الناقص والزائد مالا نهاية إذن دائما لما تكتبوا العبارة يعني يريد تغيير لها عبارة فاعلموا أنه نقول لميت آف لإكس ناقص إيجراج هذا العدد أو هذا الإكس ضعوه في هذا المكان دائما إذا كانت مكتوبة من شكل إكس ناقص واحد ضعواه هنا بحيث هذه إكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد التي تكون هنا تعديم بعضها البعض فتجدون دل آش حيث نهاية هذه الدل آش عند المال نهاية تعطي لكم صفر مباشرة نقر أن إيجراج يساوي إكس مستقيم مقارب مائل بجوار الناقص والزائد مال نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الرابع قال أدرس الوضعية النسبية للمنحنة سي أف والمستقيم دي تقول القاعدة ماذا؟ تقول ندرس إشارة الفرق ما بين ماذا؟ أف لإكس ناقص إيجراج تصبح لنا أف لإكس أكيد هنا على مجال تعريفة أف لإكس ناقص إيجراج تصبح لنا تساوي الأف لإكس ما لا تعملون بهذه إنما قوموا بالعمل بهذه حتى تفهموا جيدا إذن بالعبارة الثانية تصبح لنا إكس زائد ثمانية إكس على إكس مربع زائد واحد ناقص الإيجراج إجراج ها هي قيمتها انظروا ها هي قيمة الإيجراج كم هي إنها إكس حتى نفهم جيدا معناه ناقص إكس فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا ثمانية إيجراج على ماذا؟ على إيجراج مربع زائد واحد قلنا إشارة الفرق إشارة هذا الكسر لكن ماذا نملك؟ نملك لدينا أن X مربع زائد واحد هي قيمة موجبة تماما هذا المقام جاءنا أنه دائما موجب تماما لماذا؟ لأن X مربع معروف أنه موجب ومضيف له واحد فيصبح لنا موجب تماما أعيد X مربع في الرياضيات دائما موجب ليس تماما لأن الصفر يحقق إذا أضفنا من هنا واحد وأضفنا من هنا واحد فيصبح لنا X مربع زائد واحد أكبر أو يساوينا واحد وهذا أكبر تماما إذن المقام حكمنا عليه أنه قيمة موجبة تماما يعني لا يؤثر علينا من هو الذي يؤثر أنه البسط؟ نأتي الآن إذا قلنا 8X يساوي الصفر فيصبح لنا X كم يساوي 8 الصفر على 8 إذن مباشرة ما علينا الآن أبنائي إلا لاحظوا وانتبه نأتي بهذه العبارة إن احتجناها فبعدها يصبح لنا جدول الإشارة هو الذي يعطي لنا الوضعية وبطريقة سليمة إذن نلاحظوا جيدا هكذا ثم هكذا وهكذا ثم عندنا هنا نضع الفرق ونضع جزء الوضعية انظروا كيف تتم العمل إذن عندنا X من ناقص مال النهاية إلى الزائد مال النهاية من هو الذي أصبح مسؤول هو هذه الثمانية إذن ثمانية X أين إن عدمت؟ إن عدمت عند الصفر هي معبارة من الدرجة أولى هنا نفس وهنا عكس عكس ماذا؟ نفس إشارة الثمانية وعكس إشارة الثمانية ثم ينزل هذا الخط إلى هنا ثم لما يصل إلى هنا يتفرع إلى جزئين إذن هنا نكتب F لX ناقص Y وهنا نكتب الوضعية لاحظوا جيدا إذن هنا تبقى ناقص وهنا ناقص زائد إذن نأتي الآن كلمة ناقص معناه نقول CF يقع أسفل D وهنا زائد معناه CF يقع فوق المستقيم D أما هنا في هذا الرمز نقول CF يقطع المستقيم D أما إذا لم تتغير الإشارة اسمعوا جيدا وهذه نجدها مع المأمس وجدتم مثلا من هنا زائد ومن هنا زائد وهنا صفة هنا لا تقلوا يقطع قنما قلوا يمس قولوا ماذا قولوا يمس هذا السؤال نصادف في المأمس وضعية مستقيم وضعية منحنة ومأمس إذن هنا قد وجدنا الناقص معناه أسفل وهنا الزائد فوقه والصفة يقطع فقط أبناءه بعدما أنهينا مع هذا السؤال يمكن الآن أن نأتي لنقوم بحساب صورة الجذر الثلاثة والناقص الجذر الثلاثة لأننا سوف نحتاجهم في الرسمة إذن تصبح لنا F لماذا لناقص جذر ثلاثة أو نحسب الجذر الثلاثة أفضل ثم سوف تلاحظ ماذا أقول تصبح لنا F لجذر ثلاثة تساوي أن جذر ثلاثة الكل قوة ثلاثة زائد تسعة في جذر ثلاثة على جذر ثلاثة الكل مربع زائد واحد تصبح لنا جذر ثلاثة في جذر ثلاثة الذي هو ثلاثة في جذر ثلاثة تعطينا هكذا زائد تسعة في جذر ثلاثة على جذر ثلاثة مربع الذي هو ثلاثة زائد واحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا إثنى عشر في جذر ثلاثة على أربعة التي هي ثلاثة جذر ثلاثة لكن بما أن الدالة فردية فإن كل شيء و و F فردية فكل شيء يعكس فتصبح لنا هكذا F لناقص جذر ثلاثة مباشرة تعددها ناقص ثلاثة جذر ثلاثة لماذا يا أبنائي لأن الدالة الفردية أن كل شيء يكون تكون متناظرة بالنسبة إلى O إذا كانت عندنا نقطة مثلا إحداثية هنا واحد واحد فاعلموا أن نظيرتها سوف تكون في هذا المكان يعني ناقص ناقص واحد و ناقص واحد هنا كذلك بما أن جذر ثلاثة أعطت لنا ثلاثة جذر ثلاثة فإن ناقص جذر ثلاثة يعطيها ناقص ثلاثة جذر ثلاثة أرجو قد فهمتم لأن الدالة الفردية هي التي تعطينا هذه الخواص وهذه إذا حسبت بالآلة الحسبة كأمر تقريبي وهي 5.20 وهنا كذلك بناقص 5.20 يعني كأمر تقريبي لما أذكره حتى يسهل علينا الرسم فقط بعدها نأتي الآن إلى سؤال الرسم إذن نأتي الآن أبنائي إلى سؤال الرسم قال أنشئ المستقيمات المقاربة والممسات والمنحناء CF في المعلم السابق أولا ننطق إلى المستقيم المقارب المعروف عندنا المنصف الأول وهو D إذن فيأتي هكذا هذا هو Y يسعي لنا ماذا يسعي لنا X يعني دون أن نلجأ إلى ما نسميه معناه الجذر المساعد لأنه معروف هذا نسميه ماذا نسميه D لكن أريد أن أكتب معادلة حتى تلاحظوا شيء بأم يعنيكم لهي Y كم يساوي يساوي لنا X هذا سميناه المستقيم D لأننا سوف نحتاج هذا الشيء في المناقشة البيانية عندنا كذلك المستقيم T1 الذي قلنا هو عند معادلته عند ماذا عند X0 يساوينا 1 هنا يمكن أن نستعمل جدوى المساعد X و Y إذا قلنا X يساوي 0 فإن Y يساوينا 4 إذا قلنا X يساوي 1 فإن Y يساوينا 5 لماذا عوضوا هنا فقط انظروا تبع لكم 5 الآن نأتي إلى النقطة الأولى 0 مع ماذا؟ مع 4 ها هي أمامكم وعندنا ماذا؟ وعندنا الواحد مع الخمسة لهو هنا هذه هنا X0 في هذا المكان X0 نظره أكيد بالنسبة إلى O هذه النقطة نناظرها بالنسبة إلى O فتصبح لنا في هذا المكان حتى تفهموا جيدا يعني دون أن تتعبوا عقولكم يا أبناء إذن هنا الآن هكذا ثم الآن نقوم بعملية الرسمة إذن ها هو المماس الأول ها هو المماس الأول إذا سميناه T عند ماذا؟ عند X قلنا يساوينا 1 يساوينا 1 ناظره يكون في هذا القيمة من هنا يعني قلنا يوازيه تذكروا ماذا ذكرت؟ قلت إنه يوازيه يعتيكم هكذا حتى تفهموا جيدا هذا يمس في النقطة هنا في هذه النقطة السوداء والآخر يمس في هذه النقطة السوداء هذا سميناه تي واحد معادلته إيغرق يساوينا إكس زائد أربعة انتبهوا إلى كلمة زائد أربعة إذن قلت إكس زائد أربعة وهنا معادلة المماس عندنا إذا سميناه تي اثنان معادلته هي إيغرق يساوينا إكس ناقص ماذا؟ ناقص أربعة لماذا أكتب هذه المعادلات؟ حتى تلاحظوها في المناقشة البيانية أرجو قد فهمتم الفكرة لماذا؟ هذا الأمر الأول نأتي كذلك إلى صورة الجذر ثلاثة الذي حاسبناه إذن إذا عندنا هنا ناقص عندنا هنا الجذر ثلاثة إذا قلنا بالتقريب آه هي الجذر ثلاثة صورتها قلنا نا وخمسة فاصل عشرون معناه بالتقريب يكون في هذا الموضع هنا يا أبنائي في هذا المكان تكون نقطة الإنعطاف الأولى صورتها أكيد سوف أين تكون دقيق فقط إذن ها هي في هذا المكان وصورتها أكيد سوف تكون لنا في هذا الموضع بالتقريب يعني أمور تقريبية إذا سمينا هذه النقطة آه فهذه تكون عندنا النقطة بي الآن بعدها نأتي إلى عملية الرسم لهذا ما أرجوكم إلا الانتباه ها هو أولا عندنا هنا ماذا نملك؟ نملك أن هنا المستقيم عندنا المستقيم مقارب دي وهنا ماذا نملك؟ كذلك المستقيم مقارب دي يعني يكون بجوادي ويبدأ بالصعود متجها أولا إلى هذه نقطة الإنعطاف انظروا نقطة الإنعطاف أولا عندنا الممس ها هو إذن يكون ها كذا ها هو في الأصل عفوا سوف نرسمه يعني بطريقة تكون جد جيدة إذن من هنا ها هي نقطة الإنعطاف في الأصل كيف هو؟ أركزوا أرجوكم حتى تكون رسوماتنا صحيحة ها هو في الأصل يأتينا من هنا ويصل إلى هذا المكان ثم يصل إلى التماس ثم يتجه من هنا ها كذا انظروا جيدا حتى تفهموا أبناء ها هو إذن من هنا هذه كذلك تعد نقطة الإنعطاف ثم هذا الجزء نناظره هذا نناظره إلى الجزء الآخر بالنسبة إلى المبدأ لأننا قلنا إنها نقطة إنعطاف إذن فهنا يكون عندنا ها هو ها كذا انظروا جيدا الرسم يعني يحتاج إلى نوع من التركيز معي فقط انظر ها هو ومن هنا يتجه نحو ماذا نحو نحو المستقيم D إذن فهذا هو ما نسميه المنحنة وهو صحيح مئة بالمئة لكن لا تنسوا أن المنحنة يرسم باليد يعني مستحيل أن يكون يشبه مثل ما يقول أحدكم مثل البرنامج لا لأننا يدي ليس برنامج ويد الطالب ليس برنامج لهذا يكون بهذه الطريقة منحناكم صحيح مئة بالمئة في الأصل كيف يكون يعني في الأصل كيف يرسم دقيقوا سوف نريد أن نعطي له أكبر صورة حسنة إذن من هنا في الأصل يأتينا من هنا ويبدأ بالصعود ويسعد هكذا ثم يسعد من هنا ويتجه منه مثل ما تلاحظونه هنا دقيقوا أرجوكم إذن في الأصل ينطلق منها قسمانها بجوار بجوار ال D ويبدأ بالصعود يصل إلى هنا إلى التماس ثم يتجه إلى المبدأ O لأن الدالة متناظرة بالنسبة إلى O ثم يسعد إلى يصل إلى نقطة التماس الواحد مع الخمسة ثم يتجه إلى نقطة لنعطاف ثانية ويتجه نحو D إذن من هنا BD ومن هنا BD ونكتب كذلك نسميه C F نسبة إلى الدالة F فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير الذي هو المناقش البياني الذي يخافه كثير من الطلبة لكن ركزوا الأمر جدا بسيط إن وجدتم إشكال أكتبوا الدرس المناقش البياني الأستاذ نوردين سوف تجدون درس ضخم يتحدث عن هذه المناقشة قال خامسا ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد نقط تقاطع المنحن C F والمستقيم دالتا ذو المعادلة EG زايد M أو نسميه حتى كذلك يمكن أن نسميه دالتا M نسبة إلى الوسيط M والكثير يأتينا بصغاء أخرى ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد حلو عدد وإشارة الحلول معادلة مثلا يقول معادلة F X زايد أم كلاهما صحيح إذن نكتب هنا أولا المناقشة البيانية لمن لعدد حلول أو عدد عدد عفوا عدد نقط تقاطع ماذا C F والمستقيم الذي عفوا نكتب والمستقيم دالت لاحظوا جيدا نقول هكذا عدد حلول أو عدد نقط تقاطع ماذا C F و دالت هي عدد حلول المعادلة من هي المعادلة أبنائي هنا في هذا المكان أكتب F لإكس إذن حلول المعادلة F لإكس تساوي إن ماذا تساوي إن إكس زائد نفس الشيء عدد حلول إذا كان عندنا الحلول خمسة فنقط تقاطع C F يكون خمسة حتى نفهم جيدا الآن ما طابعت هذه المناقشة هل هي أفقية أم مائلة أم دورانية انظروا يا أبنائي إذا كاتبنا مستقيم هكذا يساوي إن إكس زائد مثلا أربعة إكس زائد أربعة انظروا ها هو إكس زائد أربعة لو كاتبنا إكس مثلا ناقص أربعة كيف يكون ها هو إكس ناقص أربعة لو كاتبنا مثلا إكس مباشرة إنه المستقيم دي إذن كيف تلاحظون هذه المناقشة إنها مناقشة مائلة يا أبنائي لماذا لأن معامل التوجيه هنا ثابت يعني دائما إذا اختلطت عالكم الأمور اكتب إيغراج يسوع أعطوا قيم لآم وارسموا في المسودة وارسموا في المسودة مستقيم ولاحظوا هل هي أفقية أم مائلة أم دورانية فقط يعني أعطوا قيم لآم وارسموا مرة أو إثنان أو ثلاثة سوف تلاحظون ذلك حتى تفهموا جيدا إن غابت عليكم التركيز الآن لو نلاحظ جيدا أبنائي إلى انظروا جيدا إلى المستقيم تي واحد وعندنا معادلته وعندنا تي اثنان وعندنا المستقيم دي ركزوا جيدا ماذا سوف تلاحظون المستقيم الأول هو إيغلاك يقولنا يسوينا إكس زائد أربعة الثانية هو إيغلاك يسوينا إكس ناقص أربعة والثالث هو إيغلاك يسوينا إكس انظروا إلى معاملة التوجيه بينهم كلهم واحد 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 وكذلك انظروا إلى دالطة أم إذا سمينا دالطة أم لهو إيغلاك يسوينا إكس زائد أم انظروا الآن إلى الأعداد المضربة في الإكس كلها متساوية واحد معناه أنه نقول دالطة أم يصبح يوازلنا تي واحد وهذا بطبعه يوازلنا تي اثنان وهذا بطبعه يوازلنا حتى دي يعني إنها مناقشة كيف هي مائلة إذن كيف هي هذه مناقشة إنها مائلة ونحن نعلم أن يسوينا إكس زائد إذا قلنا بي فهذا بي دائما يمثل تقاطع مع محور التراتيب معناه قيم أم لو نلاحظها جيدا هذه أم إنها نفسها بي يعني هي تمثل فاصلة أو ترتيبة نقطة التقاطع المستقيم دالطة أم مع محور التراتيب ها هو المستقيم يا أبنائي انظروا ها هو المستقيم إذا سميناه دالطة يأتي هكذا ويأتي موازيا لهذه هكذا الآن أم أين تكون قيمه أم إنها تكون قيمه على هذا المحور اللي هو المحور التراتيب بالدرجة الأولى الآن بعدما فسرنا كل هذا ننطلق الآن في عملية المناقشة رويدا رويدا أبنائي ولا يعني تتعجلوا لأن الأمر جد بسيط إذن احكموا على أن المناقشة هذه مائلة إذن وقيم أم قل تكون على هذا المحور مثلا أم هنا كم سفر هنا كم واحد هنا كم ناقص واحد لماذا؟ لأنها اتخذت قيمة بي يمكن أن نجد المستقيم هو يسوي أن إكس زائد مثلا إثنان أم فتصبح لنا إثنان أم تأخذ هذه القيم ليس أم إنما إثنان أم هي اللي تأخذ لأن نصبح لنا إيقلق يسوي لنا إكس زائد بي يعني إثنان أم تصبح هي بي ثم نقول أم يسوي لنا أكيد بي على إثنان الآن ننطلق يصبح لنا مستقيم يسحب من هذا المكان هو بدأ بالصعود هل يوجد تقاطعات؟ لا يوجد تقاطعات لا يوجد تقاطعات لا يوجد تقاطعات إلى غاية هذا المكان انظروا الآن في هذا المكان كم يكون قيمة الآن انظروا ها هي بالمطابقة انظروا كم إنها أربعة إذن في هذا المكان يكون أم كم أربعة نقول واحد أم ينتمي من ناقص مال نهاية إلى أناقص أربعة مفتوح لا يوجد تقاطع أو لا يوجد تقاطعات لا يوجد تقاطعات نقاط تقاطع لا يوجد موجودة الآن في هذا المكان لما ينطبق المستقيم الأسود مع المستقيم الأخضر مثل ما تلاحظ هنا كم يكون أم ها هو أم انظروا كم أم إنه ناقص أربعة إذن ثانيا أم يستمينا ناقص أربعة كم يوجد لنا من تقاطع ها هو واحد تقاطع واحد إذن قال هو عدد نقطة تقاطع إذن نقول سي أف يقطع ماذا يقطع دالتا أم أو دالتا في نقطة في نقطة أي نقطة ماذا نقطة التماس ها هي نقطة التماس هنا كما تلاحظون الآن بعدها لأن لم يقل الحلول إنما قلنا عدد النقط الآن بدأ يكمل سيره انظروا كم واحد اثنان ها هو يكمل سيره كم يقطع ما زال واحد اثنان في رأيكم إلى غاية ماذا وهو يقطع مرتان إلى غاية هذا المكان يعني من من هنا إلى غاية هنا الآن كم يكون بالمطابق انظروا الآن يكون يساوي كم الصفر هنا يكون آم كم يساوي الصفر نقول ثالثا آم ينتمي من ناقص أربعة مفتوح إلى الصفر مفتوح ماذا نقول سي آف يقطع ماذا يقطع عفوا يقطع دالتا في نقطتين في نقطتين أو نقطتين نعم في نقطتين الآن الآن هنا يعني هنا آم ينطبق مع هذا إذن رابعا آم يساوي كم يساوي الصفر كم يوجد لنا من تقاطع يوجد لنا تقاطع واحد نقول سي آف يقطع ماذا يقطع دالتا في نقطة كيف هي نقطة وحيدة اللي هي المبدأ المبدأ أو ذي إحداثية صفر صفر ها هي أمامكم لاحظتم بعد أبنائي هذا المستقيم يكمل سيلانا كم يقطع الآن انظروا ها هو واحد وها هو الآخر ها هو يزيد في الانتقال كم يقطع انظروا لما نوقف نقطتين يكمل سيلة كم يقطع إلى غاية هذا المكان يعني من ماذا من الصفر إلى غاية الأربعة كم يوجد لنا من تقاطع يوجد لنا تقاطعان إذن نقول هكذا لحظتم الأمر جد بسيط نقول أربعان خامسا نقول آم ينتمي من الصفر إلى ماذا إلى الأربعة إذا الأربعة ها هي الأربعة انظروا ها هي الأربعة التي ذكرتها لكم في الأول ها هي طابق بين الأم والأربعة انظروا ها هي لهذا قلت حذرتكم في الأول قلت ركزوا معي فقط إذن إلى هنا فماذا نقول نقول إذن ها هو انظروا كم يقطع واحد اثنان من غاية الصفر إلى الأربعة نقول سي آف يقطع ماذا دالط في نقطتين الآن ثم نصل إلى هنا التمس ها هو التمس كم يكون عندنا الآن يكون في هذا المكان لأن الآن قلت هو التقاطع مع محور تراتيب المستقيم الأسود مع محور تراتيب هنا كم ها هي أمامكم كم إنها أربعة نقول سادسا أم يساوي أنكم أربعة نقول سي آف ماذا سي آف انظروا جيدا سي آف يقطع أو نقول الأفضل كذلك يمكن أن نقول دالط يمس نفس الشيء يمس سي آف في نقطة في نقطة أو نقول سي آف يقطع في الأصل هي ليمس لأن في هذه الأماكن الأفضل في هذه الأماكن هنا وهنا نقول يمس لأن الأمر تعلق بالممس حتى نفهم جيدا في نقطة واحدة ثم في نقطة ثم بعدها أبنائي يكمل السير ها هو أمامكم هل يوجد لا يوجد نقول الآن سابعا عفوا سابعا آم ينتمي من الأربعة مفتوح إلى الزائد ما لنهاية سي آف لا يقطع لا يقطع ماذا دالط أو دالط لا يقطع سي آف إذن في هذا المكان هنا نقول يمكن أن نقول مباشرة في هذا المكان قلت نقول دالط يمس يمس سي آف أو يقطع في نقطة واحدة الأفضل نقول يمس لأن في الممس نقول يمس فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته